اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الحوارية في حلقة الليلة امتدادا لهذا النقاش المجتمعي الذي وصفه البعض بأنه صحي وأنه نتيجة لحالة الحراك وحالة الحوار الممتدة في ربوع مؤسستنا ووصفه البعض بأنه وصل لمرحلة حادة لا يجب أن يصل إليها لكن في كل الأحوال نحن أمام قانون يصفه هؤلاء المختصون بأنه بمثابة دستور ثاني أو الدستور الثاني لذلك العمل على إتمام هذا المشروع بيمثل عمل تاريخ كيفية المناقشة وآلية الخلاف وضبط المصطلحات وما يمكن أن يدور حول هذا القانون يجب أن نتسم بالحكمة الشديدة في وقت نعاني فيه من أخطاء بعض الحكماء دعوني أرحب ضيف الكريم سيد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سيد النائب أهلا وسهلا مع حضرتك شرفني أنا لسعيد أن أنا موجود معك يعني باختصار وبشكل مختلف أنا كان معايا ضيوف مختصين اتكلموا قبل كده بشكل أو من زوايا لكن مع حضرتك هاخد الإطار العام اللي انت شايفه كيف رأيت ما يدور حول القانون الأول وبعد نره للقانون أنه لابد أن الناس مبدئيا أن هي تعرف أنه قانون الإجراءات ده مشروع مقدم من الحكومة ولم يقدم في الفصل التشريع الثاني هو قدم لأول مرة في الفصل التشريع الأول في إبريل 2017 وما أشبه الليلة بالبارحة في مثل هذه الأجواء ولكنها كانت أقل صخابة في الماضي كان يناقش القانون بشكل اعتيادي من غير تشكيل للجام فرعية ولا توسع في دعوة كل المخاطبين بهذا المشروع وكان بيحضر بس ممثلا للحكومة في هذا التوقيت في أعمال اللجنة التشريعية المستشار محمد عيد محبوب اللازج رأسه محكمة النقض بعد ذلك كان رئيس اللجنة التشريعية في هذا التوقيت النائب بها أبو شقة وهو محامي عتيد ورجل من أعمدة القانون في مصر ولكن في النهاية لأن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور فبيبقى فيه تماس مع اختصار النعب العام مجلس القضاء الأعلى نادي القضاء نقابة المحامين نقابة الصحفيين اشتغلنا على القانون وطلعنا منتج والمنتج ده لأميار النوق يعني تقريبا انتهينا في نص 18 عن هذا التشريع ولو رجعنا حتى لتغطيات الإعلام لأن كانت اللجنة فتحة أبوابها في هذا التوقيت لتغطية هذا المشروع ومناقشاته لكن المناقشات هادئة ليه؟ لأن احنا مدعناش الجهات والهيئات ان هي تيجي تحضر معنا عمل اللجنة التشريعية وتوقف هذا القانون تمسكت به الحكومة في الفصل التشريعي التاني وأرسلته مرة تانية في 22 فبقيادة مجلس مختلفة وجديدة المستشار حنف الجبالي رئيس محكمة دستورية سابق وراجع المناخ الذي تم المناقشات وراجع المناخ والمناقشات الذي تمت يعني لماذا تم إيقاف هذا القانون لأن الجهات والهيئات ممكن أنها قد كانت لها تحفظات على هذا المشروع فتم الوصول إلى فكرة تشكيل لجنة فرعية بتحرك باللجنة الفرعية أنك داخل اللجنة التشريعية أنت مقيد بالدستور وبلائحة المجلس هتناقش وهتسمع كل الضيوف المدعوين ولكن اللي هياخد التصويت أعضاء اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فقط فقط يكن لما تخرج لأعمال لجنة فرعية يدعى فيها بقى الغرفة الثانية للبرلمان التأشير من الشر وليس لها اقتصاص أصيل في مناشة القانون المكمل للدستور ولكن كنت انت حريص أنه الغرفة الثانية تكون موجودة حضرة أمين العام المساعد وحضرة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وانت باشي كده كإني شايف الترابيزة قدامي مجلس القضاء الأعلى مجلس الدولة وزارة الداخلية ممثلة هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء موجودة مجلس القومي لحقوق الإنسان اتنين من أساتذة الجامعات الأستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور محمد شحاتة أستاذ بكلية الحقوق أيضا إلى جانب أنه رئيس قسم جنائي في مكتب محمى شهير وكبير يعني إيده مشتغلة بالموضوع ما أنت بتكمل الخبرات اللي موجودة نقابة المحامين وكان يمثلها دوعة طبعا بتروح للنقيب العام وكان يحضر الأمين العام محمود الداخلي هذه الاجتماعات خمسة من أعضاء مجلس النواد والهيئة الفنية بالمجلس اللي معاونة للمجلس وانتبدت جلسات العمل بهذا المشروع كل الأطراف والمؤسسات ممثلة في هذه اللجنة الفراعية مصر كلها دعا تقريبا كل المخاطبون بالقانون موجودون ولكن هل هذا يمنع أنه يشتبك مع هذا القانون مصر كلها ده زي ما أسميته وكما نسميه ده الدستور الأصغر هو ترجمة الدستور الأكبر هي دي الشريعة الإجرائية اللي على أساسها هو قانون الإجراءات الجنائية هو أربع كتب كتاب الأول الدعوة الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الكتاب الثاني هو المحاكمة بتصنف إيه المحاكم محاكم المخالفات محاكم الجنح محاكم الجنايات الإجراءات التي تتبع كيف تحقق الدعوة الجنائية أمام المحكمة كيف يصدق الحكم الجنائي من المحكمة طب بعد ما يصدق الحكم اللي يحصل طرق الطعن على هذه الأحكام ده الكتاب الثالث كتاب غبع التنفيذ إلى جانب أنه إحنا في نسخة القانون الحالي استحدثنا كتابين جديدين واحد فيهم للتعاون الدولي والتعويض عن الحبس الاحتياطي كل مقواعد التي استحدثت من شأنها أنها تحدث نقلة ولكن في النهاية هذا معطى إنساني نسب الصحة لمن اجتهدوا عليه وقدموا كهدهم قابل للتجريح وقابل للتأويد ولكن اجتهد من ناقشوا يعني أنا بكلمك وأنا جاي من صفوف المعارضة وهذه اللي جاء لماذا امتدى يعني نحن نسأل نفسنا لماذا امتدى العمل طوال 14 شهرا 28 اجتماع 86 ساعة عمل لو أنه كان الأمر بالهين اللين لا كان الصغر مننا 3-4 شهور وانتهى يعني الناس اللي وصفت أن هذا القانون أعدة في عجل منذ أن أرسل هذا القانون في نسخته الأولى في إبريل 2017 كان يتعين على كل المخاطبين بهذا القانون ومن غير أن ترسلوا الحكومة احنا أمام السحققات الدستورية يعني على سبيل المثال وأنا تحدثت بيه بالأمس الدستور في 2014 كان قبل 2014 في الدستور 71 في عندنا قاضي تحقيق وعندنا نيابة عامة هي سلطة الاتهام كان فيه فصل ما بين سلطة التحقيق وسلطة التهام الواقع العملي أن كانت النيابة العامة بتقوم بسلطة التحقيق وسلطة الاتهام وكان قاضي التحقيق بينتدى أحيانا في بعض الجرائم وفي بعض الأمور رأى المشرع الدستوري والسفتي على هذا الشعب المصري أن تجمع النيابة العامة ما بين سلطتي التحقيق والاتهام احنا ما كناش مع ده ولكن أصبح الدستور حاكم للجميع فعليك احترامه وأصبح الاستثناء في بعض الجرائم التي يحددها القانون هي التي تكون سلطة قاضي التحقيق لما يبقى عندك بقى مشاكل تستدعي أن قاضي التحقيق ينتدب لعازى العمل التحقيقي يعود استثناءا ولم يعد هو القاعدة المشارع ملزم بإيه؟ بترجمة الدستور إلى النصوص قابلة للتطبيق فلما تيجي تحرك النصوص المتعلقة بقادة تحقيق من بابه توديها باب النيابة العامة لأنها أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الأمر فيقولك أنت تلغي قادة التحقير وأنت تتراجع السلطات وتمنح النيابة العامة وتجمع بابين السلطتين أنا بترجم الدستور يا أخي العزيز عليك أن تراجع الدستور لم تضعه هذه اللجنة الفرعية لم يضعه هذا البرلمان لو ضعته لجنة الخمسين واستفتي عليه الشعب المصري وعلينا جميعا احترامه علينا احترامه وعلينا ضبط النصوص وتنظيمها بحيث أن انت تكون أمام سلطات متوازنة هدفها إقامة العدالة تحقيقا للاستحقاقات الدستورية بأنك تحافظ على الحقوق والحجيات ده المناخ وفي النهاية طلع هذا المنتج نسب الصحة عاد إلى سلطته الأصلية صاحبة الاقتصاص الدستوري واللائحي وفقا لقانون 1 سنة 2016 لهو اللائحة بقانون التي تنظم عمل مجلس النواب لمناقشته بقى أصحاب اللجنة الأصلية كان ممكن أن يكتفى بأنه كان هناك لجنة فنية عملت على مشروع القانون وأنه بقى خلاص راجعين لأصحاب الاقتصاد الأصيل ولكن أصار المستشار حانا في جبال رئيس المجلس أنه هيدعو كل أعضاء اللجنة الفرعية كمان أنه هم يكونوا موجودين فبدأ يحصل بقى اللي حضرتك بقى والرأي العام بدأ يشوفه اقتمعت نقابة المحامين وقالت إيه ده احنا ما نعرفش حاجة عن القانون ده لا سوري أسف الأمين اللي عمتاك موجود أنتو كنتم موجودين ولكن لا بأس لأنه برضو الجمعية العمومية وأنا مش بحاسب بقى بأسر راجعي لأنه ليس الهدف أنك تدخل في اشتباكات أنت بتحلحل مشاكل لأن هدفك أنه لو كان هناك خطأ أو هناك عوار أنك تحله وتتعامل معه وجاءت النقابة وأنه لو سمحته نصوص بملاحظات على النصوص القائمة لخارجة من أعمال اللجنة ونصوص مقترحة بفلسفة تعديل تأديل 95% أو يزيد من الاقتراحات التي جاءت وجاء حضر بقى النقيب العام الأخ العزيز الأستاذ عبد حليم علام حضر جلسات اللجنة التشريعية وقبل بحفاوة وبترحاب غرم الحدة اللي كانت موجودة ولكن في النهاية يجلس هنا الآن نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب فل كان لابد أن يكون بالوضعية التي تتناسب مع شموخ وهيبة وجلال مهنة المحامة على اعتبار أن المحامة ضماناتها هي ضمانات للمحامين هي ضمانات لحقوق الدفاع التي يمثل فيها المجتمع لتحقيق العدالة والتي نظمها الدستور ليست عطية من أحد فذلك الاشتباكات التي تمت بعد ذلك بقى حوالين بعض النصوص والاجتهادات والمعارك اللي حصلت داخل اللجنة التشريعية وبدأت الأمور تاخد منحنة جيد لأنه بقى فيه تعاطي فيه رأي عام والنهار ده بقت فيه أطرحات يعني الكرف اللي طالع نازل ده لا يبتأس منه أحد ولا يلابد أن يرضب منه أحد الحراك السياسي والحراك الديمقراطي والاشتباك مع النصوص لطالما أنه في ظل تحت مظلة الدستور ومن خلال المؤسسات التشريعية والمؤسسات الدستورية لا بأس وأنه احنا نقطفق ونختلف لأنه في النهاية أنت عندك أغلبية كبيرة تستطيع أنها تمجر أي نص فأنت لما تيجي من صفوف المعارضة وبتعرض بدائل وبتعرض نصوص مختلفة وتلاقي استجابة ومساحات مشتركة اكسب أرضية وأنا بلعب هذا الدور أن نقدر أستطيع أن أكسب أرضية لأنه لو قفت متخندق عند موقفي متشبس بي مش قادر أتقدم خطوات للأمام طيب ما هو إيه عددك إيه قدرتك على تغيير المعادلة لو أنك أمام تصويت ديمقراطي بالشكل الطبيعي ستكون المعركة خسيرة يكون البحث عن المساحات البحث عن المسافات البحث عن المشترك الوطني العام أنك تقنع بالحجة وبالبرهان من هو أشد العناصر اختلافا مع رأيك وتقدر أن أنت تغير له وجهته وهكذا استطاعت نقابة المحامين حتى النص اللي جه معترض عليه من نقابة الصحفيين تم حسفه بالكامل إيه سواء بقى اللي عرضه النائب محمد عبد العزيز النائب محمد عبد العليم أنا من مدرسة العبرة بالنتائج إحنا لنا أكل ما نشبه المهم مين اللي جاب المهم هما زميلين عزيزين كلا هما أدلة بدلوي المهم أن المنتج في النهاية اللي من وجهة نظر النقابة المعنية بالحقوق والحريات قد تحقق الهدف المرجو منه حتى في تعديلات اللي جادت من نقابة المحامين كان في تعديلات على نص المادة 72 وإحنا في اللجنة الفرعية شوفنا أن تعليمات في حاجة اسمها تعليمات النيابة العامة بتنظم العمل الداخلي بشأن ما تم السكوته عنه أو لتنظيم ما تم النص عليه في قانون الإجراءات الجنائية فإحنا كنا حطين دمانة مثلا أثناء التحقيق الطلبات والدفوع دي بحدش يقدر يمنعك من أنت تقولها أحيانا في مناوشات التحقيق نفسه وإذا طل التحقيق وكانت من القضايا المهمة بيكون للدفاع غغبة في أنه أحيانا المقطعة إبضاء رأي أو ملحوظة فأحيانا بيتمسك عضو النيابة باختصاصاتي وأنه ملكش الحق اللي حديث حواليه الطلبات والدفوع فنظمنا في 92 في فقرة إضافية في حالة أنه يمنعك من الكلام ده أن يثبت ذلك في إيه في محضر التحقيق عموما فلسفة الإثبات قائمة على بسط الرقابة على ما تم إثباته إذا كان من قام بالمنع له حق سيقر فيه تصرفه إذا كان على غير حق سيبطل هذا التصرف عندما يأتي رأي نقابة المحامين بحزف هذه الفكرة فحزفنا هذه الفكرة غير من أننا كنا نرى أنها ضمانة في مواجهة لص المادة 600 109 من تعليمات النيابة العامة التي تنظم هذا الشعب هكذا ضاغت الأمور فأنا شايف أنه لا بأس من يعني ترى أن هناك حيوية حقيقية صحيح رغم قسوة الانتقادات وده يعتبر تدريب كيف نتحاور دون أن نتشابك وكيف يمكن أن يكون هناك موضوع يخص ويمس مصلحة الوطن والمواطنين ونختلف على أرضية وطنية دون أن يكون هناك تخوين أو نوع من القطحة أو الزم من النوادر أن أنا أكونت كضياء بدافع عن مشروع قانون على الفكرة يعني خلال تسح السنوات قادم من صفوف المعارضة لكنه بتنتصر للحقيقة أو التجرد ده مش مشروع في النهاية وده مش عمل سياسي ده هو تكني عمل فني عمل فني جدا ومرتبط بالحقوق والحريات وعندك مشكلة في تفاهمات المتعلقة بالحقوق والحريات يعني سنوات طويلة جدا القاسي والداني يعلم أن الحبس الاحتياطي في مصر تحول إلى عقوبة رئيس الجمهورية عارف كده الحوار الوطني بقى عارف كده البرلمان بقى عارف كده فلابد أن ملف الحبس الاحتياطي أنك تبصت لها يفسك 3 و 4 و 5 سنين من غير ما تقابل قضيق الطبيعي وإنت بتتحبس الاحتياطي ليه أسباب؟ الحبس الاحتياطي هو إجاء من إجاءات التحقيق ولا يجب بأي حال من أحوال أنه يتحول عقوبة فذلك القانون ده فيه قانون سنة 2006 134 سنة 2006 كان بينظم طريقة التعويض عن الحبس الاحتياط القانون ده أفقد لها بابا في التعويضات عن الحبس الاحتياط يوضع عليه شروط ممكن نختلف حوالين الشروط والطرق ولكن أنا حملت مين في دفع هذه الأموال الخزانة العامة الدولة فالحكومة حتى بتسأل هو إحنا هندفع كم في الحكاية دي أنا والله على قد ما إيدك هتغلطك هتدفع كل ما هتحبس سقط من غير مبرر من مبررات وإنت بتحبس الاحتياطي ليه؟ كإجراء من إجراءات التحقيق ألا يكون لك محل إقامة معلوم يخشى عليك من الهرب يخشى عليك من العبس بالأدل لما بتنتفي الثلاث أمور دول معناها أنه لا يوجد مبرر في الحبس الاحتياطي طب لما يبقى ده وده وده مريم متحقق اللي دي اللي موجودة تحتية جهات التحقيق ليه إقامة محل إقامة معلوم ولا يخشى عليه من الهرب يبقى أنت بتحبسه ليه؟ ده هكذا يحدث ويحبس الناس في جرائم تقدرها جهات التحقيق أنها تستوجب الحبس هذا الحبس رغم انتفاق مبررات الحبس الاحتياطي فهنا تحول الحبس إلى أنه عقوبة يبقى أنت قاضي أنت لا استجهت التحقيق أنت تحولت إلى قاضي وقضيت بعقوبة وأحيانا في النهاية ينتهي بيك الأمر إلى البراءة مش أنت بقى المحكمة قاضي الطبيعي الذي يواجه المتهم بنائم على هذه الأدلة وهذه التحقيقات انتهى ضميره لأنه هناك مبدأ لحرية القاضي الجنائي في تكوين عقدته وفقا لدوابط ووفقا للأدلة اللي معبودة عليه وما يستقرهم بينها ما هم من تقلص إراداته وإلى الإدانة أو إلى البراءة بناء على كل ده احنا أمام قانون شديد الأهمية يجوز ومن اللازم أن يتم المعالي اشتباك بكل هذا الحجم وبكل هذه القدرة حتى لو إن كان فيه المنتج يستحق كل هذا الجديد أدعو الجميع وهو بيطعاطة أنه يبقى قارئ للنصوص ومقارئ للنصوص ما بين التشريع القائم اللي هو قانون 150 لسنة 50 ومشروع القانون اللي موجود سواء بقى في مراحله المختلفة في اللجنة الفرعية اللي خرج من اللجنة التشريعية منتج أكثر تطورا اللي رايح الجلسة العامة اللي هيناقش في الجلسة العامة أمام 596 نائب وهيئات برلمانية بقى للأحزاب السياسية فدي دعوة كمان أن الأحزاب السياسية تتعاطى مع هذه النصوص وهيئتها البرلمانية وجمعياتها العمومية دي حالة من حالات الحراك السياسي اللي تختبر احنا عندنا أحزاب حيائية احنا عندنا أحزاب جدة عندنا خبرات تدخل هذه الأحزاب أو ممكن يستعاد كمان يعني ده اختبار صلاحية لكل للكل لأنه قانون كبير وقانون مهم وبينظم الحياة لسنوات طويلة خلينا سأذينك نطلع فاصل قصير فاصل قصير ثم نعود إبقوا مال اشتركوا في القناة بقولك ما تاخدي الحتة دي اعمل حزبتك يا كشمير وهات الفاتورة عشان عايزة ماشي فاتورة أمك دي بص يا بنتي الجوازة اللي بتبتدي بفواتير ما بتعمرش كتير واتدخلي نفسك في ضريبة ليه بطل ألعبك دي يا كشمير يا جماعة لازم نطلب فاتورة أو إصال إلكتروني مش بيان أسعار على أي خدمة أو سلعة هنشتريها لأن السعر بالفعل جواد ضريبة وطلبك للفاتورة مش هيزود السعر ولا حاجة يا عمي كشمير اللي مش اللي أخذتها منك مبارح طلعت شيطة أنا يبني ديتك فاتورة لحدك ما تنجيش فطرة خلص خلاص يبقى الشياط من عندكم ريحتوا عندكم علشان ما تضيعش حقك اطلب فاتورتك تضمن حقك أهلا بحضر لكم من جريد سيد النائب يعني باختصار أهم النقاط العالقة موضع الخلاف بين الجهات ما بين الجهات ودي احنا ختمنا بيها في آخر الجلسات لجنة التشرعية وده يعني أنا بدع الجميع من باب المصلحة الوطنية العامة وأنا هقول لحضرتك من واقع الدستور يعني من واقع الدستور عندنا المادة اربعة وخمسين من الدستور وده باب الحريات ولا يبدأ التحقيق معه اللي هو المتهم يعني اللي طبعا فقه الأولى الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمسه في معادة حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشي أو حافسي أو تقيير حريات يبقى أي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حرياته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بزاويه وبمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حرياته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام نضب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لزاوي الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة في القانون ماشي إلى آخر نص المادة إحنا ضمننا هذا الالتزام الدستوري نص المادة 104 بالسيارة الآتية لا يجوز لعدو النيابة أن يستجوه بالمتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه فإن لم يكن للمتهم محام أو لو يحضر محاميه بعد دعوته واجبه على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميه وعلى المتهم أن يقرر إلى آخره ده انتخذت صورة لقطة من الدستور من الدستور وترجمته إلى إجراءات يبقى من الضمانات الدستورية في إجراء الاستجواب والمواجهة مع المتهم أن يكون صحبك محاميه هل يمكنني أن أنا أضع أي استثناء لضرورة أو استعجال أن يتم البدء في إجراءات التحقيق مع المتهم إرجاء الدستور هنا فلذلك طلب النيابة العامة بتعديل هذه المادة بإضافة شرطية ضرورة والاستعجال أنها تكون حالة استثنائية معناها أن ممكن في التطبيق يتحول الاستثناء والضرورة إلى القعدة وأن القعدة فسين سؤال من النيابة العامة تسألنا طبع لما أنا أكون منعقدة في ساعة 2 و3 صباحا وما يحضرش مع المتهم محام في جناية تستوجب أو في قضية فيها عقوبة الحبس أنا أعمل إيه؟ إحنا قلنا عوده عوده ده لفظ عندنا داريك أنك بتعوده على المحدة خلاص انتهت مدة الاحتجاز لدى الشرطة وعرضوا وتفتح التحقيق ولكن عشان تسأله وتوجهوا بالاتهام هو خلاص بقى في حوزة النيابة بعوده ورجعه الساعة 8 الصبح الساعة 9 الصبح فتحت بقى نقابة المحامين أنا أولا وفقا للتدرج اللي أنا قريته في المادة 54 يعني اتصل بزويه واتصل بمحاميه وسمى محاميه طب لو كل ده ما حصلش هل ممكن أن يحصل للتواطؤ ده بحيث أن أنا قبط الإجراءات التحقيق حتى يستفيد المتهم في أحكام شهيرة لمحكمة الناط مدى اتخذت النيابة العامة كافة الإجراءات لدعوة المحام ولكنها عجزت رغم المحاولات الجادة لاستحضار المحام لأن يكون صحبة المتهم في إجراءات التحقيق أقرت إجراء التحقيق دون صحبة المحام لأنها استشعرت أن نيابة العامة لكن ده نضع لرقابة مين نضع لرقابة قاضي المرضوع ومن فوق منه تحاكم هذا الحكم الذي يصدق بناء عليه محكمة الناط رقيب على تطبيق هذا القانون وسلامة التطبيق في الأحكام التي تصدق عن المحاكم يكون إن وضعت النص سأصطدم ولو وضعت النص بالاستثناء سأصطدم بنص المادة أربعة وخمسين من نضص طيب وكانت مادة محل لغط هي متممة ومكملة لما قلنا في إجراءات التحقيق في المادة تسعة وستين أن يجوز للمتهم والمجن عليه واللمدعب الحقوق المدنية واللمسؤول عنها والوكلائهم أن يحدووا جميع إجراءات التحقيق هنا شو باقي؟ ويجوز العدو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيب الدول وأقرنا على كده إيه الفرق ما بين دي ما هو بيما غيب الدول يعني هذا التحقيق ليس مع المتهم ولا مع المجن عليه ولا مع المتهم بسمع شاهد انتقلت لإجراء معينة من المعاينات يخشى على أنه الدليل اللي موجود في هذه المعينة أنه بتاعه ومش لاقي أجيب المحامي اللي بتاعه ولكن ما ترأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة وفور انتهاء بقى تلك الدرورة يمكنهم من الاطلاع على ايه على التحقيق وله في حالة الاستعجال أن يباشر هذه الايه الإجراءات يبقى عندي ضرورة وعندي استعجال ولكن فيما عدا ايه انك تكون بتعمل إجراء تحقيق والسجواب ومواجهة للمتهم وحطينا الاشتراكات ده انه ده ما يتعارضش مع نصوص وضمانات الدفاع المذكورة في قانون المحامى يبقى القوانين اللي زي عموما القوانين وخاصة قانون الإجراءات الجنائية او الدستير تقرأ وحدة واحدة لا يجوز فيها الاجتزاء ما تقدرش تسعة وستين من خير ما تبص على مية واربعة ومن خير ما تبص على مية وخمسة بيفسروا بعض وحدة النصوص لانها ضمانات تتكامل تعزز بعضها الوحدة تقرأ في وحدة قانونية واحدة ده كان من العنوين اللي كانت مهمة معلش معلش يا ستناء حضرك قلتلي وقع ورأي النيابة العامة وما تفضلت بشرحه من نص من دربعة وخمسين وترجمته في القانون والمخاوف من تحويل الاستثناء الى دايمومة وقاعدة طيب ربط النيابة كان ايه يعني هي تمسكت يعني اخواتنا كمان يعني في ناضي القضاء انتعارف يعني تاريخ ناضي القضاء تاريخ كبير وناصع وكلنا محل تأدير واعتزاز بهذا النادي العريق يعني كمان اشتبقوا مع نص المادة 222 ودي احد المواد اللي احنا فصلنا بيها الخلافات مع حقوق الدفاع لانه النص دا اللي كان قائم في القانون كان بيسمح انه طبعا مع عدم الاخلال بحالات التلابس لمن دي جريم ام متلابس بها بجيب عليها تنظيم خاص اذا وقع من المحامي اثناء قيامه بواجيبي في الجلسة وبسبب ما يجوز اعتباري تشويشا مخلن بالنظام دا القانون القائم 150 ماشي او ما يستدعم اخذ جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى النيابة العامة لاجراء التحقير اذا وقع منه ما يستدعم اخذته جنائيا والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعم اخذته تأديبيا وضمان طبعا انه رئيس الجلسة دي ما يكونش طرفا في اجراءة المحاكمة وطبعا دا تسبب فيه وحضرت تتذكر رحمة الله علي النقيب التاريخي رجاء عطية وقد مات فيه ساحة المحكمة اثناء دفاعه عن محامين منهم امينها عن نقابة المحامين الاستاذ محمود الداخلي يبان محاكمتي بشأن امر من هذه الامور طب لما احنا بنفك الاشتباكات دي مش دا احنا دورنا وحنا بنعمل تشريع جديد ان احنا نعزز نعزز الضمانات ونفك الاشتباكات ولكن نحفظ على المحكمة هيبتها وسيطرتيها ايضا على وقائع الجلسات وانها تكون في حالة انتظام ولكن بحفظ الضمانات ما بين حق الدفاع وحق المحكمة في ضبط الجلسة فقلنا ايه قلنا وده كان رأي نقابة المحامين رغم ان وجهة نظري الشخصية كانت مخالفة لفكة الاخلال دي لان الاخلال بنظام الجلسة مفهوم اوسع من كلبة التشويش ولكن النقابة اغطأت ان تستخدم ما يعده اخلالا بنظام الجلسة اغطأت ومجلس النقابة ارسل هذا التعديل بهذا النص فاقارينا كلجنة تشريعية لهم هذا التعديل وبدل ما يتعامل محضر يتعامل مذكرة لان ده راجل بمناسبة واسناء طبعا دي مش جرائم متلبس بيها دي جرائم جلسات فيتعامل بيها مذكرة وعندك نوعين من المخالفات اما حاجة تستوجب مساءلة جنائية واما ان حاجة تستوجب مساءلة تأديبية في حالة يحتاج مساءلة جنائية ابعتوا على المذكرة دي على النيابة العامة وفي حالة المؤاخزة التأديبية هتبعتها على المحكمة النيابة وتختر النقابة الفرعية المختصة مش المحامي مش المسشار الموجود مش القاضي الموجود مش هتبعت المحامي مش هتكلبش المحامي ولا هتقبض عليها ولا توديه علشان منفض الاشتباكات اللي بتحصل كل يوم في أروقة المحاكم وهنا تستطيع النيابة بقى رأت أن هناك جسمة للفعل تعمل بقى طلب حضور تعمل ضبط وإحضار كيفما يترألها ونبقى فضلين الاشتباعات وحققنا ضمانات الدفاع الترفين طب لما تعتبرها بقى نادي القضاء يعتبر أن دي معركة كبيرة جدا ومتمسك بأنه التشويش كما هي وأن حالته تقوم بمحضر وأن المحام هو الذي يحال طيب يعني في النهاية احنا من الواقع العملي ومن المشاكل القائمة ومن حال حالة هذه المشاكل ومن إنجاز المهمة التشريعية أن احنا نغطأ تحقيق الضمانات التي تضمن على جميع حقوقه المحكمة تكون في حالة استقرار وفي حالة سيطرة على جلستها إلى جانب أن احنا كنا أمام جلية أخرى متعلقة بنص المادة 15 في المشروع لما كنا انتهينا فيه كان بيتكلم على الجرائم خارج الجلسة والبعض اعتبرها أن ده استطالة لما هو ليس لو سيطر يعني أنا مش شايفه كمحكمة بره المحكمة؟ بره المحكمة بره القاعة فدي أغوقة أخرى لا يوجد سيطرة على من المحكمة عليها فتم حسف عبارة خارج الجلسة وده تم فضي بيه الاشتباك بشكل كبير جدا طيب دي بعض الملاحظات طيب المجلس القضاء الأعلى ونادي القضاء حتاك قلت ودي النيابة العام لهم بعض الملاحظات انت بتتكلم في ايه؟ في مادة 2-3 من 500 وشوية مادة؟ من 540 تم الانتهاء والتوافق على كم مادة؟ لا هو احنا خلصنا 540 مادة انما عندك محاولات أخرى في مرحلة أخرى من التشريع اسمها الجلسة العامة هيبقى عندك بقى في شخصيات محورية في هذا القانون مستشار محمود فوزي مثلا وزير شؤون المجال السن النيابية والتواصل والاتصال السياسي والقانونية وتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني أربع طوار لا وبخلفية ايه؟ وبخلفية برلمانية بقى يعني من مستشار رئيس مجلس لا مين عام لمجلس النواب فهو ابن هذه الغرفة بس فعندك الحكومة طبعا هي تواصل على الجهات والهيئات هل الحكومة ستتقدم بتعديلات؟ احنا هنا بقى بنضع الاشتباك أمام أغاية العام احنا بنقول بنحزق من أنه تعديلات تتعارض مع الدستور تحدث أزمات تعيد كرة اللهب مرة تانية عندك خطوات مقبولة نقلة إلى الأمام متعلقة بالحفص الاحتياطي وبالمدد بتاعته وده الإنجاز الحقيقي هل هذا هو متعلق؟ دي كمان تعهدات رئيس الجمهورية واحد منتجات الحوار استرجحة الحوار الإنسان وكمان اجتماع جلسات الحوار الوطني وأنها تساعدك وتقدم لك مخرجات تلتقي في أمو كثيرة منها طبعا هم كان عندهم بعض الملاحظات الأخرى يعني راجعناها ممكن تكون بعضها غير قابل للتطبيق زي ايه؟ يعني مش عايز أدخل في الخلافات انت عايز تاخدني لا خالص شخص خلافات الله أنا مبسوط بالحالة يعني بشكل عام لأنه الكل بيشتغل بشكل عام في نوع من محاولة الوصول للهدف الأسمة اخراج قانون يليك بمصر يعني كان معا فيه مقترح مثلا حوالي استحداث مادة في القانون مفادها ألا يجوز حبس المتهم على زمة نفس القضية أو قضية أخرى مشابهة فيه رد عليه حواليه فكرة استقلالية الجريمة وانا مش هقدر أحط بس السامبلز بتاعة الجريمة السياسية وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ البطلان ما بتقدرش تثبته ده إن احنا محتاجين نضال لاتساع مساحة الحرية علشان كتير من إن احنا كل يوم بنبقى سعداء بصدور قرارات من رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم بإطلاق حرياتهم بمناشدة النيابة العامة لسه شايفيني مبارح خبر بفكرة استخدام بدائل الحبس الاحتياطي ده شيء بنقلة أخرى نقلة أخرى وبيسعدك إنه الأفكار اللي لسه بيتضمنها القانون إحنا قادرين إن إحنا ننفذها هل هذا هو منتهى المونة؟ أكيد لا مصر محتاجة نضال واسع وتراقمي تجاه كاس وإحنا بنعمل ده في كتير في السجون محتاجينه إن هم يطلعوا أحد أهم العنوين اللي كنا مصررين عليها في الجلسات الأولى التي دعينا إليها في الحوار الوطني هو إن إحنا نبقى أمام صف محبوسين على زمة قضايا رأي على سبيل المثال قضايا متعلقة بالحقوق الحريات فكرة التسامح الوطني العام علشان البلد في ظل الوضع الأقليمي اللي إنت كنت لسه بتتكلم عنه وإحنا بنتابعك على الهوى إنت شايف حجم الاختراق للدول من الدار الهجوم السبراني النهاردة وحدة وسلامة الجبهة الداخلية لدولة كبيرة زي مصر تعداد سكانها يزيد عن 100 مليون نفس محتاجة حالة من اللحمة الوطنية محتاجة حالة من حالات التسامح الوطن العام ما ننشده لهذا الوطن لا يقل عن ما تنشده أنت لهذا الوطن مساحة المشترك الوطني كلنا مجبورين ليس لدينا خيارات نالملك طرف الاختلاف على مصارح مصر العليا في هذا التوقيت مصر تتبني وتقدر تقف على ججليها بمزيد من الثقة بمزيد من الحرية بمزيد من الدموقاتية بمزيد من التعددية السياسية سيد النائب المحترم ضياء الدين داود عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنا بشكرك جدا شرفتيني شكرا جزيلا شكرا جزيلا انتهى وقتي نلتقي غدا دمتم في أمان الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة